رأيك ده بمتحة صراحة أقول رأيك فيها دكتورة الهبل ده يتناقش في مستشفى المجانين مش في ندوة أدبية وبعدين من مرجان ده أنا أول مرة في حياتي أسمع عن واحد شاعر اسمه مرجان اسمه مرجان أحمد مرجان يسعدنا أن نلتقي بالأستاذ مرجان أحمد مرجان صاحب ديوان أبيع نفسي والذي حصل على جائزة المجلس الأعلى للشاعر والأدب ومعنا أيضا لمناقشة الديوان الدكتورة عبداللطيف سالم أستاذ الشاعر العربي ورئيس قسم الأدب المقارن وعضو مجمع اللغة العربية والحاصل على جائزة الإبداع في النقد الأدبي من جامعة أوكسفورد إيه ده؟ دي حاجة بسيطة كده على مؤسم حلوة الدوان وربنا خليت لينا دكتور أيوة بس ما يصحش دي صحش صبحية محدش يقول للرزق لأ دكتورة عبدالطيف اتفضل حضرتك قولينا إيه تقييمك للدوان لقد استطاع الشاعر مرجان أحمد مرجان أن يكسر كل تقاليم الشاعر أن يقفز على كل الحواجز وأن ينطلق بشعره وبخياله بعيدا بعيدا بل ولقد استطاع أن يحلق في آفاق أخرى عوالم خاصة صنعها بنفسه إنه يذكرني ببيت للشاعر دعبل حينما قال إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا بس دعبل كنساكن في الشيخ زايد لقد استطاع الشاعر مرجان في إيه؟ دي حاجة بسيطة كده تتحطي بصابك عشان الكلمتين الحلوين اللي إنت هتقوليهم عليها ده الجنانت؟ إيه اللي بتعمله ده؟ ممسكة بس اللي قالت افتكر اللي أنا بقى روسك في رجلي الزهرن أنت فعلا إنسان موضيع زي ما قالولي أنا غلطان أنا دخلتك مكان زي ده خلاص، ده الشفاق وإني لأطرق لشاعرنا الكبير المجال كي يقرأ لنا شعره بنفسه ليمتعنا ويطرب آداننا بسرعة بلطيف ده رأيك في الديوان إنت مقتريش كلام ده أنا راجل بقول كلمة حق مش ده رئيس قسم البتاع في قلب البتوق اللي إنتو قلتيهم دول فليتفضل شاعرنا الكبير لا أنا أفضل إنك إنت متقراش من الكتاب الكتاب موجود معانا إحنا عايزين نسمع إلقائك للشاعر فضل أنا حسماك الحلزونة عشان الحلزونة عزيزة على شوية الحلزونة يم الحلزونة الحلزونة يم الحلزونة خبيني يم الحلزونة الحلزونة انتحرت كانت تعبانة 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 وإح هلزونة خبطته عربية في مدان التحرير مدان التحرير مدان التحرير كان بيعد الشارع كان بيعدي الشارع وباسس يمين كان السنونة وواقف فيه نونة سنونة وبييناونه هناك قص المدان كان فيه زحمة كمان وإنسان غلبان خارج من شغله تعبان ما كله فوق بعضه كله فوق بعضه وإديها يا إنسان إديها في الكلتش كمان تعارف الساعة اللي معادي بكان 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 يولاك فينا تعفيه اطلع علوم العاشة جاهز لو استاذة وديي والأنسة عليها سابوا البيت يا بندم سابوا البيت راحوا فين ما عربش يا بيه لموا أضموا ممشوا لموا أضموا ممشوا أيوا يا بيه العائلة عندك أتفضل يا سيد مرطان منين وبيعملوا إيه عندك هم فين طب اتفضل بس يا سيد مرجان اتفضل أستاذ مرجان إحنا عايزونا نتناقش بشكل حضاري حضاري آه ده بدل ما تقول لهم عيب إنهم يسيبوا بيه تابون وبعدينهم ما بيعملوا كده ليه مش قادر أفهم أنا مش عارمهم من حاجة ومعيشوا ما أحس نعيش ولدك حسوا إنهم تهانوا قدام زميلهم الحكاية مش حكاية فلوس مبس يا سيد مرجان آه وللحكاية إيه الثقافة الفكر العلم ده اللي هم مفتقدينه فيك طيب أنا كده بقى وإذا كان عجبهم هو هذا اللي مخلفهم ولا هم اللي مخلفيني يا أستاذ مرجان ولدك كبروا ونضبوا فيهم حاجات كتير قوي وإنت زي ما أنت واقف محلك سر الفلسفة دي تليها عندك في الجامعة أناك أنا متعليش كلام ده تبتكلميني وكأنني راجل فاشل فكرة إيه والثقافة إيه بص يا دكتورة أنا مشاريعي مالية البلد وبتشغل ناس وفتح بيوت الدخط اللي انتوا علينا عليها في الجامعة دي أنا اللي موردها للجامعة كالشاكيل اللي انتوا تكتبوا فيها من مصانع ورق مرجان المالي بتشربوها مية مرجان الحديدي اللي شال الجامعة حديد مرجان الملابس الداخلية اللي انت لابسها من مصانع مرجان لو سمحت يا أستاذ مرجان تختار ألفظك كويس زعيل تقوي أنا عشان قلتلك الملابس الداخلية طب يا سيت ما تزعليش الاندروير وبعدين بقى أنا مش جاي هنا عشان أتكلم في ملابسك الداخلية هما فين هما إيه اللي فين ملابسك الداخلية العيل فين خير يا بابا بيت هيقلي كفاية قوي اللي حصل النهاردة الصبح في الجامعة طوي اللي جابكوا هنا بابا هتغلطك اللي كاتب الشعر اللي في ديوان دا لا يا سيت ما كتبتوش اعملوني بحكمة بقى الشعر دا تقليف واحد مبنون أول ما شاف الفلوس لعني الشعر على اليوم اللي كاتب فيه الشعر وليه تعمل كده يا بابا إزاي تشتري مجهود حد تاني وتنسيبه لنفسك هو يعني طلع ايدي ده طلع زبالة وبعدين اعملت كده عشان ايه مش عشان اعجبكو عشان تفتقلوا بيه ازاي بده بتقولو انت عارف يا أستاذ مرجاني انت ناقصك شيء مهم جدا ايه بقى الشيء اللي ما قصت دا انك تتعلم نعم تتعلم ايه ولا بابا تتعلم وتاخد شهادة ما مش معقولة تبقى بازنس مان معروف وعوضه في مجلس الشعب وما كملتش تعليمك شهادة ايه واني ريت ايه نهضة الشهادات بتاعيكو دي ما تصويش تعريفة دولنا شغري كنت هتخرجوا من جامعة اشحاتو والحكومة خلاص لابتشغل حد ولا بتعين حد ولما الشهادات ملحاش اي لازمة كده كنت بتعلمنا ليه عشان ما انظركوا قدام الناس طب وما انظر حضرتك قدام الناس خلاص اروح اقدم في مدرسة والبس ماريالة وارجع تلميز من جديد لو ده يعجبكم رغم انك بتقول ده بسخرية وكأنها نكتة لكن لو عايز رأيي هو ده الحل الوحيد اللي قدامك انتي ايه اللي حاشرك دلوقتي انا بتكلم مع اولادي انتي ملك انتي يالا انتوا هي عالبيت هتيجوا معايا ولا لأ لأ خلاص تفلقوا كاكوليلة خلي باها تصرف عليكم كاكوليلة عليكم وعلق بكم فيه باشا باكروريوس روسي ده حيكلفنا حوالي عشرين الف دولار لو ساعدتك با عايزوا بالماجستير والدكتوراه فممكن كله على بعضه يكلفنا حوالي مئة الف فيت يمان في المجر وبولغاريا دبلومات عادي الماجستير ودي بأسعار اقل شوية ما فيش حاجة مني هنا يا حسن فيه بس ساعدتك شخصية عامة ناس كتير حتدور وراك فملوش لازمة وجع الدماغ ده يعني تاخد ساعدتك لسانسي بولاندي ده ممكن يقف علينا بعشر تلاف دولار بس يا اسمعوا حسن انا ولادي دماغتهم جزمة قديمة زي كفاة حكاة الشعر دي وبعدين بقى لأجدتهم الشهادة منبرح يقولي لجيتها ازاي وكنت فين ويعود يسألوني فيها ويعملوني امتحان كمان طب ساعدتك شايف ايه؟ انا هاخد الشهادة من هنا ومن نفس الجامعة بتاعتهم انا سعيد جدا بهذه الزيارة او مرضي شاتك في حاجة بالنسبة للاولاد هم مشتكوا من اي حاجة لا 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 المشكلة مش مشكلة الاولاد المشكلة مشكلة انا بس قبل ما نتكلم في اي مشكلة ده شيك مني كده بالنبلغ على مقسم لترجيب مبالل ده معامل ده شيك كتير ده كلم سيادة والله اخباري معامل ايه؟ المعامل زي مسيرتك اعرف معامل ترحاول نجددها يعني ده شيك مني لتطوير المعامل المعامل المعامل؟ تعرف كامور جمبي؟ ايو قليليني اللي زي سيادتك اللي بيهتمهم مسيرة التعليم في البلد تعرف سيادتك انا باحلم بايه؟ انا باحلم ان انا ازنع حوالين حرم الجمعة اشكار وجناين عشان الاولاد يستكشقوا او انظيف ده شيك بتاع الجناين يا ما شاء الله سيادتك عامل حساب الجناين؟ انا لساني يعجز عن الكلام انا اشكرك جدا يا مرجبي انا نفسي اعمل سيادتك اي حاجة تؤمر بيها يا مرجبي اه انا عايز ادخل الجامعة عندكم هنا واكمل تعليمي انا نفسي اخد الشهادة من هنا من عندكم الجامعة ده من دواعي سرورنا ده من دواعي الفخر للجامعة ان تكون تنفيذة ملتحقة بها او بس في مشكلة صغيرة السنوية العامة بتاعتي اديمة شوية هي من اتنين واربعين سنة اتنين واربعين سنة؟ اه يستثنى هذا الشرط انت بتتكلم في ايه يا مرجبي؟ هي في الحقيقة مستنوية عامة هي دبلوم لاسلكي دبلوم لاسلكي؟ اه 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 نكلم سيادة الوزير يا فاندي نكلم سيادة الوزير ايه سفنة ريفي المتل؟ دي بس اعلى بسيطة